وهو لا يرمي سوى إلى الإبادة الجماعية بصفة وحشية وبربرية هو يستهدف المدنيين وهو يدرك أنهم مدنيين هو يستهدف المستشفيات والمدارس وهو يدرك أنها تأوي المدنيين وتأوي من قال أو من طالب بنزوحهم من شمال غزة إلى جنوبها إذن هو يدرك تماما ماذا يفعل تحت وابل من القصف الكثيف جدا وأصبحت هناك معادرة لدى سكان أهلنا في غزة بأن كلما اشتد القصف على المدنيين في غزة فهو عقاب جماعي للقتل من الجنود الإسرائيليين أصبح أي مواطن بسيط يقول لك حينما تقصف إسرائيل المدنيين حينما تقصف هنا ونحن باللحم الحي أمام العالم كله ولا أريد أن أضيف كل ناس ترى ما يدور في غزة العالم بأسره حقوق الإنسان والدول الأوروبية وأمريكا والراعي وغير الراعي والعرب والحكومات العربية الكل يرى ماذا يحدث في غزة الهدف بالضبط هو الإبادة الجماعية العقاب الجماعي معاقبة سكان غزة على قتله في المعركة وفي الميدان ترجمة نانسي قنقر